اشتركوا في القناة اهم اعطال المدفئة الزيتية كي درت حلقات الماضية على المدفئة الغازية وعلى المدفئة الكهربائية قالونا اذا تقدر درنا حلقة على المدفئة الزيتية وعلى اهم الاعطال وكيف يتحل الاعطال ان شاء الله في اليوم نشوفوا مكونات هذا المدفئة كيف يشتفكك هذا المدفئة واهم اعطال هذا المدفئة ثم نبدأ في الشرح كما رأيكم ترون هذه المستطيلات يخرج منها تخرج منها تمبراتور يوجد زيت داخل هذه المستطيلات هذا زيت سبيسيال تسخنوه ثم تخرج تمبراتور كما رأيكم ترون هذه المصباح تشغيل يعني كيف تشعل هذا المصباح تقول لك ما عندها هذه المدفقة تشغيل الكهرباء تشغيل الكهرباء تشغيل الكهرباء هذه نستطيل في الترموستاء كما رأيكم ترون وعندنا هذه عندها 0.1 2.3 كما رأيكم ترون كما رأيكم ترون واحدها ثم نستطيل كما رأيكم ترون تشغيل الكهرباء تشغيل الكهرباء ثم نستطيل ثم نستطيل ثم نستطيل تشغيل الكهرباء وعندنا لكما رأيكم ترون كما رأيكم ترون كما رأيكم ترون هنا المدفقة تنظر في الجزائر إن شاء الله ندبره متفأت لمارك واحد وخرين باش تشوفوا طريقة تفكيك أيضا ومن بعد تجيو تنحيو هاد البلاستيك اللي هنا كما راكم تشوفو غطاء ومن بعد كين الفيس الانتيريير كما راكم تشوفو نحو هاد الفيس رابيد مون هنا كما راكم تشوفو هادة هو الكبل اللي توصيل مصدر الكهرباء كما راكم تشوفو رانا شوفو المكونات المدفاقة في الدخل من سيونك لكي يبنو كامل المكونات كما قلت لكم نبدأ بالمكونات هذا الداخلية تاع هذا المدفاقة لذلك عندنا مصباح تقولنا هذا المدفاقة برشالة وعندنا هذا التيرموستر هذا يعصنا التمبراتور تعدار كما قلت لكم قبل هذا ستن بوتون ستن كوميتاتور عند بليزير فونكشون هذا المفتاح الحماية هذا المفتاح الحماية يعني كي تسقط الكوزينة تعنا أو المدفاقة الخاصة بنا هذا المفتاح يفتحنا للصيركو كما تشعر هذا ستن رولي تيرميك أو الأوبرلود كي تسقط الكوزينة يديرها هذا المفتاح الحماية هنا لدينا دو رسيستانس كما رأيكم تشاهدون رسيستانس الولانية رسيستانس الولانية رسيستانس الثانية هذا مشترك يعني هذا المفتاح هنا لدينا دو فاز حتى كيف يكون مثلا نبدأ في أعطال الشائعة لهذه الكوزينة أولا يكون مثلا لا يوجد المصدر هذا الخط لا يجب للمسطر لا تشعل كامل الكوزينة كمسطر 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 كوزينة كمسطر لا تريد لذلك لذلك لدينا مشكلة في مصدر الكهربائي أو مصدر في فرق الجهد لذلك لدينا أيضا أعطال كمسطر لذلك 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 ربما يكون هذا الكابل مقطع أو كشف لذلك 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 يوصل لذلك الإلكتريسيتي بستعمل تستعمل تستعمل الملتيماتر تستعمل ترجع الفيديو التي قدرنا هم قبل لكي ترى كيف تفحص هذا السلك لكي تفحص هذا الكابل قدرنا لذلك فيديو مثلا ترجع المدفاة الكهربائية تلقى شرحت كيف تفحص هذا الكابل مقطع أو تشغيل أو ربما يكون عاطل بمفتح التشغيل أو هذا المفتاح أو هذا المفتاح تشغيل نفحص هذا المفتاح بالجهاز الملتيماتر كيف نفحص هذا المفتاح كما قلت لكم قبل كيف تشغيل هنا كما رأينا كما رأينا لدينا لفظ خرج التشغيل هذا المفتاح نبدأ نتوقع كما رأينا يصوني لا يصوني لا يصوني لا يصوني ندور المفتاح في 4 3 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 8 9 8 10 10 11 12 14 20 16 17 21 لذلك نبدل هذا المفتاح مفتاح تشغيل المفتاح تنحي هذا المفتاح تضيعه الوضع أو تحديد تحديد أين تشري لذلك يمكن أن تشري هذا المفتاح تغيير هذا المفتاح أو عدم تحديد وقت الطائمر يكون مثلا عندنا مشكلة هنا نحن قلنا الطائمر لأنه لديه 1 2 3 4 5 6 في هذا الترموستاء لذلك كما أردت لكم قبل أن نفتح هذا الكوزينة لذلك هنا تضيق نسيه ونديره لكي تشاهدوا ملح ربما يكون هذا كما رأيكم تشاهدوا لذلك ربما يكون مشكلة في هذا البطول لتحديد الوقت أو إذا كان مشكلة مثلا في هذا البطول كيف تفحصوا هذا البطول تشعلوا الدبار هذا البطول لذلك لا تضيقوا في الصفر كما في هذه الطريقة سوف نتذكر نقوم بسحص أفل من ضمن ملتيمتر ونضرد الملتيمتر نحن على ملتيمتر نحن بهذه الطريقة في هذا البطول لذلك لا يخرج ينظر كما رأيكم لو نظروا هذا البطول يبدأ يخرج كما رأيكم ترون إذا كانت تدورون هذا البطو تديروا مثلا في الأولى في الدوى أو في التروى أو لا تلقيت ما يسونيش هذا الملتمتر يكون مشكل في هذا الترموستع في هذا الحالة تقدر تنطوي هذا الترموستع بلا برسيو ربما تكون لقصة يدخلت له أو لا تنطوي إذا المشكل دائما لا يتعلم لذلك يجب أن تنحي هذا الترموستع تديره سهلا لكي تنحي لديه دفع هنا تتبقى وكي تنحي لكي تشاهده تديره ثاني لكي تشري واحد كما هذا أو لا يمكن أن يكون المشكل في هذا المفتاح الحماية كيف تفعل هذا المفتاح يجب أن تكون كزينة في هذا الحال نرمم أن نجد بوبية لكي كزينة سوف تنحي كما ترون كما ترون لكي تنحي لأن الكزينة سوف تنحي في حالة سقوط أو يجب أن تنحي لا تنحي لا تنحي لا تنحي أو لا يكون المشكل إذا المفتاح مفتاح مفتاح يجب أن تكون الكزينة في حالة الوقوف و هذا سيركوط يجب لديه كامل هنا ثم سوف نحي تنحي تنحي مفتاح تنحي كما تنحي تنحي نحي تنحي 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 و إذا نجد التنحي و تنحي تحقي الملتيمتر توصل الكهرباء إلى هنا ونقص في إن في هذه توصل كهرباء 220 فورت توصل من هنا توصل هذا لأن سخناء لخسرين. كيف تبدل هذه السخانات سهلة كامل ترفض لك يا غريف. دور هذا الترك. إن شاء الله قلت لكم إن شاء الله ننشاء الله على فيديو كيف نحيو واحد بواحد باش ما ننطلوش. شفنا برك أعطاء الشائعة لهذا. ولا باش تعرفوا هذه الخسرين ونرفض الملتيمتر كما رأيكم تشاهدون. نضع واحد في النتر ونضع واحد في الطابق. كما رأيكم تشاهدون. هذا أعطنا 25 أو 24. الثانية يجب أن تعطينا الـVALUE. كما رأيكم تشاهدون. هنا أعطنا 25 لأن الكاليبر تعنا في الـContinuity. يجب أن تعطينا الـVALUE. إذا لم تشاهدون الـVALUE. أعطنا صفر. إذا كانت هذه الـ Resistence مقطعة للدخل. في هذه الحالة يجب أن نعود إلى الـ Resistence. إذا لم تشاهدون أي شيء. في هذه الحالة تجد أن تشاهد هذه الـ Resistence أيضا خسرة. أيضاً نسيت شيء أخرى. لكي تشاهدون أيضاً. يجب أن تشاهدون إلى هذا الطول. أو يجب أن تشاهدون أيضاً. لكي تشاهدون أيضاً. لكي تشاهدون أيضاً. لكي تشاهدون أيضاً. بالضراءة يقولون أيضاً بشراء الأنوان. لذلك يجب أن نغير الترموسط كما قلت لك هنا لذلك يجب أن تفصل مثلا نروماركي للشمبر تجير سخونة درجة الحرارة لهذه الغرفة طلعة وهذه المدفئة لا تريد أن تحبس لذلك يجب أن تبدل هذا الترموسط لذلك يجب أن تفصل بسرعة مثلا لاحظت أن هذا المدفئة تفصل بسرعة يعني تقوم بتريسيتي بسرعة ثم تعود تشعل تقوم بتشعل روحك في خمس دقائق تشعلت أربعة إلى خمسة مرات في هذا الحلقة أيضا يكون لدينا مشكل في الترموسط كما قلت لكم يجب أن تنحو هذا الترموسط وتبدلوا واحد أخر وعندنا الدفئة تسرب الزيت هذا المشكل يكون في الإجواء لذلك يجب أن تبدلوا هذه الإجواء لذلك يجب أن تبدلوا هذه الإجواء لذلك لدينا أيضا مشكلة أخر نسيت ما قد لا يكون مقبلة مثلا شعلت هذه الدفئة لا تشعلت المصباح وفحصت جامعة إلى هذا المصباح لذلك المشكل يكون هنا هناك فيوز نسيته لكي نحو هذا الفيزيبل كما رأيكم ترونه نسيته لكي نحو هذا كما رأيكم ترونه هذا الفيزيبل كيف ترونه ترونه أم لا يوجد مشكل فيه لذلك نأخذ الملتيمتر كما قلت لكم نضع واحد هنا يجب أن يصنع كما رأيكم ترونه إذا لم نعطينا أيضا لا يصنع الملتيمتر الخاص بنا في هذه الحالة يجب أن نضع هذا الفيزيبل ملاحظة أخرى يكون هذا الفيديو مطول قليلا لذلك يجب أن يكون هناك معلومات يجب أن نضعه لكم لكي نفحص كامل هذا السؤال يجب أن نضعوا فيديو أخر لكي تفهموا مريح لكي نضع الملاحظة إذا كان لديكم مشكلة في هذا السلك لا يجب أن تبدلوا أي سلك تلقوها قدامكم أو لا هذا السلك سيسبيسيال مخدوم سيسبيسيال لهذا المدفاقة أو للتسخيل هذا الخيط لا يجب أن يتبدل بالخيط أخر يجب أن يكون يتشبه لهذا الخيط يجب أن يتشبه للتسخيل حسنا إلى هذا لقد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أنني وفقت في الشرح إذا لديكم أي سؤال كتبونا في الكومنتار لكن هل يمكن أن يتشبه أو أن تشبه 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 لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أنني وفقت في الشرح إلى الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى الحلقة القادمة إن شاء الله